اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل في بداية حلقتنا النهاردة نبهت ودعوت حضراتكم لترقب هذه الفقرة وهذا الحوار تحديدا لانه سيشمل مجموعة من المعلومات والافكار والتحليلات اللي اعتقد اعتقد حضراتكم ربما تسمعوها لاول مرة ربما كمان لانها بتأتي من زاوية مختلفة كتير من المحللين والخبراء لم يعشروها ولم يحتكوا بها علشان كده لقاء يأتي مع سعد سفير رفعة الانصاري قنصر مصر السابق لدى تل ابيب وكثير من العواصم الاوروبية والعالمية هيبقى حوار مختلف وانا اعتقد انه هيحمل الكثير من الرؤى والافكار اللي هتلاقي اهتمام حضراتكم سعد سفير اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على تلبيت الدعوة اهلا بيك وشكرا على الاستضافة شكرا جزيلا سعد سفير سعد سفير خلينا نبدأ الحكاية من اولها طبعا الحكاية اولها زمان اوي بس خلينا نتكلم عن القصة القصيرة الحديثة اللي بدايتها 7 اكتوبر او ما سمي بطفان الاقصى طفان الاقصى كان مفاجأة لكل الاطراف حتى للعرب والمناصرين للقضية الفلسطينية لكثير حتى من حركات المقاومة لاسرائيل نفسها وللعالم وكثير من الاسئلة لسه مطروحة لحد النهاردة على رقم المرور اكتر من 50 يوم واكتر على العملية ازاي اسرائيل بجبروتها ومخابراتها وقالتها العسكرية ومسادها ولم تكتشف هذه العملية وازاي حماس بامكارياتها المتوضعة استطاعت ان تحدد كل هذا الالم لاسرائيل هناك عوامل حقيقة مشتركة كتير ما بين حرب 6 اكتوبر 73 وحرب 7 اكتوبر 2023 بفرق 50 سنة العوامل المشتركة انه كان فيها خداع استراتيجي كان فيها اهام كان فيها تكاسل او بمعنى اصح اللي كانوا بيقولوا عليه في سنة 73 بيقولوا عليه الكونسبت اللي هو المفهوم كانت القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية تحت تأثير المفهوم انه لن يمكن للدول العربية ان يكون لها قائمة وانها ليش ممكن هتاخد اي اجراء عسكري ولم يمكن بالنسبة لحماس نفس الشيء من ضمن الحاجات ايضا زي ما كان فيه في حرب 73 السلاح السري البدائي خرطيم المياه علشان تجيب ساتر التراب التراب بتاع الخط برليف السلاح السري البدائي كان اللي هو بيقولوا عليه التوافات الطائرة او اللي هو بيقولوا عليه موتو فارا جلايدنج اللي هو عباره عن موتور وعصايا وتوجيه ومروحة من وراء وكرسيين وعليهم اتنين مقاتلين دي الحقيقة كانت من اهم الاسلحة وهي دخلة الحقيقة جماعة في حماس كانوا عندهم تقدم تقني اكثر مما توقعوا اي حد صحيح وهم عملوا حسابهم ان رشقات السواريخ وهي دخلة في البداية بيكون هناك منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي بتبتدي تهتم بها وفي اثناء هذه الرشقات كانت بتدخل التوافات الطائرة ده هي الالجوريزم بتاعة الرادارات بتاعة الدفاع الجوي الاسرائيلي ما عرفتش تقراها لانها ما شفتهاش قبل كده هي لهي طائرة مسايرة ولا طائرة عادية ولا طائرة مقاتلة ولا سواريخ صحيح وفي نفس الوقت مع وجود هذه السواريخ كان كل تركيز الالجوريزم بتاعة المنظومة على السواريخ اسرائيل بتقول انها 3000 صاروخ حماس بتقول انهم اطلقوا 5000 صاروخ اما دخل الدهية في البداية دي كانت اهم حاجة بالنسبة لهم ولكن زي ما كان فيه الهاء بالسواريخ على انه الparagliding motors دهية الطوافات دي تدخل كان هناك الهاء فيما يتعلق به الدخول على المستوطنات ولكن الاهداف الحقيقية الرئيسية لعملية طوفان الاقصى لم تعلن عنها حتى الان لكن ابتدينا بقى نبحث فيها وادخل في مصادر موثوق بها فوجدت ان هناك ثلاث اهداف رئيسية اهداف كلها خاصة بالحصول على معلومات امنية مخابرتية عسكرية بمعنى دخلوا على معبر ايرتس ده كان الهدف الاول العمليات ابتدت الساعة حوالي ستة صباحا دخلوا على معبر ايرتس ده مجموعة في معبر ايرتس هناك وحدة للشين بيت اللي هو المخابرات الداخلية الاسرائيلية اللي هي بتتولى كل الاراضي المحتلة ومنهم قطع غز الوحدة بتاعت الشين بيت دهيت فيها كل الكمبيترات والسيرفرات والديسكات والمعلومات الموثقة والوثائق الالكترونية اللي موجودة اللي بها اسماء العملاء الفلسطينيين اللي بيعملوا مع السلطات الاسرائيلية وبها كل المعلومات الخاصة بالميليشيات والتنظيمات الفلسطينية اللي موجودة بناء على ده مجرد ما دخلوا ده هدف مهم جدا ده كنز معلومات ده أول هدف أمني أساسا لكن ساعة ما دخلت الوحدة دخلوا دايما في الأماكن التلات أهداف دول بيبقى فيه مجموعتين المجموعة الأولانية بتدخل للتعامل مع القوات العسكرية اللي موجودة والمجموعة التانية اللي هي بتتعامل مع الكمبيترات والسيرفرات وأخدوا معهم اتنين من الشيمبيت وأخدوا معهم جميع السيرفرات من جنود الشيمبيت من ضباط الشيمبيت اللي قاعدين بيشتغلوا هم اللي كانوا نبط شيء ونقلوهم بكل الكنز المعلوماتي فكان هذا هو أول خرق أمني وفشل تقصير أمني كبير لدى إسرائيل خدوا دول كانوا الساعة تسعة ونصف صباحا في قطاع غزة صحيح الهدف الثاني كان الدخول على قاعدة عسكرية اسمها أوريم بها مقر للوحدة تمنتلاف ومتين محدة تمنتلاف ومتين هي الوحدة الأولى في التجسس السبراني لدى إسرائيل وهي تابعة لرئيس الأركان مباشرة هذه الوحدة أدي لك بس فكرة عنها إن دي الوحدة اللي سجلت دي صور لها يا فن آه أوكي آه أيها مظبوط وحدة تمنتلاف ومتين هو يونت 8200 وهذه الوحدة هي اللي سجلت مكلمة التليفونية ما بين الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر والمرحوم الملك حسين قبل سنة سبعة وستين كويس وهي اللي سجلت المكلمة الهاتفية ما بين المرحوم الرئيس عرفات والمختط في سفينة أكيلي لاورو آه بظبوط هي اللي عملت ده وهي اللي بتقوم بالتجسس الوحدة بتمنتلاف ومتين المتقدمة في القطاع الجنوبي عند غزة هذه تتخصص أو مجال عملها هو مصر الأردن البحر الأحمر إيران كويس بكل أنواع التجسس بفهوم لها قدرات عالية جدا هي بسبب هذه الوحدة إسرائيل أصبحت تاني أكبر دولة في العالم في التنصت بعد الولايات المتحدة بسبب هذه الوحدة بسبب الوحدة تمنتلاف ومتين لأن خضراتها خارقة الحقيقة عالية جدا دخلوا برضو بالوحدتين الوحدة الأولى تعاملت مع الزباط اللي موجودين والعساكر اللي موجودين في قاعدة قريم والوحدة التانية دخلت على الوحدة تمنتلاف ومتين والغريب هنا سعاد السفير أنه يعني سواء الوحدة تمنتلاف ومتين أو معبر إيردز وكنز المغربات اللي موجودين فيه في الشمبيت هناك مكانين استراتيجين زي دول يبقى تأمينهم ضعيف كده التأمين في حد ذاته في كل الجبهة كان ضعيفا للغاية ما احنا قلنا أنهما كانوا مرتاحين وأنهما ما عندهمش أدنى تقديرات بيسموها في الجيش كده حالة استرخاء استرخاء بالكامل وبعدين كان عندهم أهداف أخرى أو أولويات أخرى بمعنى أنه كان هناك ينتظر عدد كبير بعد انتهاء العيد الديني لأنه برضو من ضمن الحاجات المشتركة عيد الديني كان يوم كيبور وده كان يوم العرش صح فمجرد بانتهاء يوم العرش كانوا بيتوقعوا مظاهرات عنيفة حتى سود إسرائيل في شيء ما يتعلق به الهيكلة القضائية اللي كانت ضد نتنياهو تدخلات نتنياهو في القضاء الإسرائي وفي نفس الوقت كان هناك مظاهرات فلسطينية من النطاق أنها تخرج لأن السموت اللي هم اللي عايشين في المستعمرات كانوا زادوا في انتهاكتهم للمواطنين الفلسطينيين فسحبوا بالفعل قوات من قطاع غزة حتى تكون موجودة في الضفة الغربية ويوم عيد والكل شارب والمواضيع ريلاكست يعني عايشين في منتهى السهولة فما كانش فيه بمعنى صح أي عملية ألرت أو غير بقى توقع حتى كانش عندهم تنبه صحيح وده يفسر كمان البطء في ردة الفعل أخدهم خمس ساعات يعني واحد من المقاتلين حمسويين قال أنا رحت وخدت أسرة ولما ما لقيتش حد رجعت ماشيا على قدمي إلى قطاع غزة لما دخلتوا الساعة 11 ونصف لم يكن هناك أي رد فعل لزي آه صحيح فهم استغرقوا خمس ست ساعات تقريب آه استفقوا متأخر قوي إذن دخلوا في الوحدة 8200 خدوا الاثنين واحد ضابط واحد مهندس كمبيوتر ومتخصص فيه التجسس السبراني واخدوا جميع الكمبيوترات والوثائق والسربرات وكل ما يمكن أن تتخيلوا أهم حاجة في دي أن هذه المعلومات كانت تضم المعلومات الخاصة بما لدى الوحدة 8200 من كافة المعلومات عن القدرات النووية الإيرانية هذه الوحدة هي من قامت بتحديد أسماء وهوية ومواقع وأماكن العلماء الإيرانيين اللي تم اغتيال بعضهم أن هذه الوحدة بتجمع هذه المعلومات وبتديها الحتتين للمساد وأمان المساد المخابرات الخارجية وأمان المخابرات الحربية إذن هذا أكتر من كنزة بقى من المعلومات لأنه يهم مين؟ يهم حزب الله وإيران ومصر والأردن والبحر الأحمر مليون في المين خدوا كل الكلام ده وراحوا وابتدوا يفرغوه بالمناسبة الأولانيين اللي هم بتوع الشين بيت وبتوع الوحدة 8000 ومتين وفيما بعد حب أكلمك على الهدف التالي تم التحقيق معهم وهناك فيديوهات مسجلة لاعترافات وتحقيق وشهادات وكل ذلك تم خروجه إلى الخارج لما القصة بقى الأولانية بس عشان أنا نسيت أقولها في الجزء الأولاني لما خدوا الحاجات من الشين بيت اللي هي فيما يتعلق به العملاء بالفعل حماس استطاعت أن تصل إلى أسماء عدد من العملاء الفلسطينيين اللي بيعملوا مع الجهات الإسرائيلية وهذا يفسر لنا من ثلاثة أيام تم اغتيال أو تصفية ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية بمعارفة عناصر من حماس من المقيمين في الضفة وأعلنوا أسماءهم وأعلنوا أن التصفية تمت بسبب التجسس لصالح إسرائيل هذا يعطيك دليل على أن هذا ما أخدوه بدأوا يعملوه معنى الحضرك بتتفضل بيدا أنه الوجع الإسرائيلي الكبير في يوم 7 أكتوبر مش بس الإهانة والهزيمة العسكرية بالإضافة حتى إلى مجموعة الرهن الكبرى لا أكثر ما وجعهم هو الاختراق المعلوماتي المعلوماتي الأمني والمخابراتي ثم العسكري وأجيلك في الحتة ده يحيى السنوار نفسه عندما كان مسجوناً كان مسجوناً بسبب إيه؟ سن 1989 هو تولى أن يقوم بتصفية العناصر الفلسطينية التي تتعاون مع الجائنة الصهيونية ومع المخابرات الإسرائيلية وقام بنفسه بتصفية أربعة أفراد قُبِد عليه في العملية الرابعة وعندما قُبِد عليه لأن الإسرائيليين كانوا حجنين كل واحد من العمل بتوحهم عمالية تسقط واحد وردتان صحيح عندما قُبِد عليه قُدّموه لمحاكمة عسكرية وليست محاكمة مدنية والمحاكمة العسكرية حكمت عليه بـ 427 سنة أحكام متركمة وهو كان عايش وداخل المحفظ بتاعه أنا وأنا في إسرائيل أنا كان أهم حاجة عندي أن أنا أتعلم العبرية تعلم اللغة العبرية ونحن موجودين في المجتمع الإسرائيلي يفتح الأبواب المغلقة ويفتح الأبواب النصف مفتوحة مليون في المئة وعندما انتهيت من الكرسين بتوعي المكثفين في معهد كان ممنوع على الدبلووسيين الأجانب أنهم يروحوا فيه بدأت أتحدث بطلاقة مش بطلاقة 70% من اللغة العبرية فتحت أمامي حاجات كتيرة طبعا طبعا إسرائيل تعرفنا إيحيا السنغر باستكمال حركته تفضلت به متحكم عليه بربعمية وشوية سنة سجن وفأتناء قضاء العقوبة جالوا يعني ألم ومرض فضيح وورم في مخه وورم في مخه ويتعمله عملية في مستشفى إسرائيلي مظبوط وهو قال لهم أنا زاهد في الحياة السياسية ومش عاوز أعمل حاجة نايمهم إسرائيل الصندوق الأسود طبعا عشان نكمل القصة والسنوار خرج في صفقة جلعات شليد جلعات شليد خرج في تبادل الأسرة جلعات شليد بألف معتقل 1047 معتقل 1047 فكان إيحي السنوار واحد منهم أنا ما بقولك إسرائيل الصندوق الأسود هذا هو اسم قناتي على اليوتيوب التي عامل فيها مع فتحتها من 6 شهر بس لأن أنا هدفي أن أنا أدي توعية كاملة للشباب المصري والشباب العربي وأنا بتناول فيها الشأن الإسرائيلي بالكامل من الداخل بمؤسساته المخابراتية والعسكرية والأمنية وبعمليات المساد وخلافه نعود السنوار هو فهي حتى مسك الزغر كنا مش خايف؟ لا ليه لا لا أنا خرجت وانتهى الموضوع ما بيني وما بينهم أنا ما دخلش إسرائيل تاني يعني ومش تناوي أدخل فالموضوع هم بيضيقوا مني لأن أنا بكشف عنه حقائق زيادة عن نزوم فبيضيقوا علي الخناء في اليوتيوب وبيعملوا ليش ريتش وخلافه لكن أنا ما بيهمنيش الناس بتبتدي تكلم بعضها زي ما بيقولوا أورد في معافي فأنيوي أدي السنوار كان هو متخصص في ذلك فهو قام بتصفيت بإصدار أوامره بتصفيت التلاتة يبقى أدي واحد التانية فيما يتحلق بقبل بوحدة 8200 كل هذه المعلومات تم وصلت إسرائيل كانت في ساعة 11 صباحا يوم 7 أكتوبر يوم 13 أكتوبر نجحت حماس في إخراج هذه المعلومات للخارج يوم 13 أكتوبر حدث لقاء ما بين ممثلين من حماس حزب الله حرص الثوري الجمهوري في حرص الثوري إيراني في لبنان وبدأ في المقايدة في ماتار الحمسة جماعة حماس قالت له أدي الجزء الخاص بحزب الله أدي بقى الجزء الأكبر الخاص بيكم إحنا بنشكركم على اللي أنتو عملتوه من حزب الله ومن إيران بس إحنا لنا مطالب كذا وكذا وكذا فبدأت المفاوضات فيها مفهوم هذه النقطة مهمة الحقيقة وغير معلنة وغير منشورة في أي مكان أنا بقول لك سبق صحب الهدف الثالث كان إيه الدخول على مقر الجيش الإسرائيلي في القطاع الجنوبي في الجبهة الجنوبية وكانت قاعدة موجودة عندما تم الدخول إليها كان فيها وحدة أمان اللي هي المخابرات الحربية الإسرائيلية أيضا وحدتين وحدة عملت مع الجانب العسكري وحدة عملت مع الجانب المخابرات الحربي وآخذوا فردين من أمان كانوا موجودين ولمهم كل الحاجات دي ودي كان فيها حاجات مهمة فيما يتعلق به الخطط العسكرية اللي كانت موجودة في حالة ما صدر قرار باجتياح قطاع غزة فكانت موجودة وهم عشان كده الفلسطينيين الحمسويين عارفين هم حيبتدوا منين ولو أنها تغيرت ولكن تغيرت بس لحد عمرك تغيرت 100% إذن هذه هي الأسباب الثلاثة ما كان في المستوطنات والحقيقة الأهداف كلها نجحت بامتياز يوم 7 أكتوب ومن خلال ست ساعات كانت موجودة في غزة هذا بقى ما أثار وجن جنون الجانب لإسرائيل إخفاق أمني إخفاق مخابراتي إخفاق عسكري إذن إسرائيل لم ترى في حياتها مثل هذا الإخفاق حتى في حرب 73 كان الإخفاق مخابراتي وعسكري وليس أمني معهم لكن ده معهم ده متكامل ده بالضبط فمن هنا تقدر تفسر الرد الفعل الجنوني الإسرائيلي فيما يتعلق به شكرا نتنياهو بعد دقائق طلع قال إسرائيل مش ألح أن ننتقل ألح نفحلة حرب على طول وأصدر قراره ولجأ إلى المدى 47 وفي جمع الاحتياط وجم جمع الاحتياط 360 ألف مقاتل زائد القوات الإلزامية أو القوات العاملة 190 ألف يعني إجماليهم 550 ألف هذه قوات إجمالي ما لدى حماس من 30 إلى 35 ألف آه 25 ألف إذن لا يوجد مقارنة بين القواتين ولا يوجد مقارنة بين إمكانيات كل واحدة فيهم صحيح إذن النقطة المهمة هنا هو أن الإلهاء سواء كان في السواريخ علشان التوافات تعدي أو عشان كان في المستوطنات علشان الأهداف العسكرية والأمنية والمخابراتية تتحقق صحيح تمت هذه في حد داتها انتصار كبير للغاية لم يكن متوقع حتى من جانب حماس لم تكن تتوقع أن يتم هذا بهذه السهولة بأقل قدر من الخسائر بهذه السلاسة وبهذه السرعة طيب حصلت الصفعة الكبرى يوم 7 أكتوبر ردة الفعل الإسرائيلية الحقيقة مش مفهومة طبعا سنوك معتاد لإسرائيل من القمع أو البطش وعمليات الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وكل ده مفهوم لكن في النهاية انت حربك المفروض انها مع حماس لو انت إسرائيل وتانية حربك مع حماس فانت بدل ما تستهدف حماس بعمليات مخابراتية وعمليات فيها تجسس واستخدام الجي بي اس واللوكيشنز والأنفاء ومعالي ذلك عمدت إلى فكرة التصفية الجماعية أو الإبادة الجماعية والقصف العشوائي للبنية التحتية حتى في غزة متحدين للعالم هنا نتنياهو عايز يعمل ايه يعني ايه الهدف العقلية الإسرائيلية في حد ذاتها بطرى أن الفلسطينيين زي ما قال حيوانات بشرية لا يمكن التعامل معها على قدر المسواب الإنسانية ومن هنا هم بقى بيروا كمان الحياة فبالتالي بعد دي كل الأرواح بيرانهاش قيمة لا قيمة لا ده علشان يعرفوا يتعايشوا مع نفسهم هم نفسهم وأنا موجود هناك كانوا بيقولولي هؤلاء ليسوا شوف بقى الكلام ده من 40 سنة يا حبارة هؤلاء ليسوا بشر كمثلنا احنا لابد أن نتعامل معهم بشكل مختلف وده علشان خطر عندما يقوم بالقتل أو دبح بدم بارد ما يبقاش عنده لا تقنيب ضمير ولا مسألة قانونية فيما يتعلق به ولا حقوق إنسان هذا ليس إنسان عشان يكون له حق ولكن أقولك على حاجة تانية مهمة أنه هم بيروا إن كافة سكان قطاع غزة الحاضنة الحقيقية لحماس والمتعونة بقى أكتب من 90-95% وأدي لك مسألة صوار كانوا بيتكلموا عليه طبعا أنت فاكر الراجل الروسي اللي أفرجوا عنه من ثلاثة أيام غير الروسي اثنين الروسي اللي أفرجوا عنه النهاردة من ثلاثة أيام الراجل ده كان مهندس صوت يشتغل فيه المهرجان بتاع الموسيقى اللي كان شغال ولما خرجوا وابتدى يجري اتقبض عليه من ضمن مجموعة اتقبضت عليه وخدوه كان موجود مع الحراس بتوعه في بناية من البنايات تم قصف البناية وهو نجا وبص حواليه ما كانش يلاقي الحراس عارف يهرب برا البناية وقعد لمدة أربع أيام هايم في الأماكن بيحاول أنه هو يشوف يعرف يطلع إزاي قوات حماس أو مقاتلي حماس خدوا صورة وابتدوا وزعوه على الأهالي الأهالي بتدوا يدوروا عليه بعد أربع أيام جابوه ورحوا قبضين عليه ورحوا مسلمينه الحماس فهنا بقى الستردين بيقولهم شايف الحاضنة شكلها إيه ده هم متعاونين يبقى كلهم بالنسبة لي جنود ليسوا مدنيين إذن عندما أقتلهم هم جنود وفي نفس الوقت هم ليسوا بشر مفهوم فمن هنا يعني بيدخل طريقة التعامل حتى مع الأسرة وده موضوع هنخش على الأسرة بس الحقيقة كمان في ظل العملية العسكرية المجنونة اللي عملها نتنياهو حتى لم لم يراعي فكرة إن عندهم تلو خمسين رهينة حالك قلت بد بعضهم بالنسبة له كنود جنرالات وضباط وجنود في الأمان وفي لم تصل إلى جنرالات لكن لهم رتب عسكرية طيب بس أماكنهم حساسة طبعا طبعا ففي النهاية هذا القصر العشوائي معناه أنه هو بيقول علي وعلى أعدائي يعني مش تفرق معايا حتى الرهينة والأسرة شوف أنا عاوز حكاية الأسرة ديت أنا عندي هنا الأرقام هحاول أن أنا أقول هالك طبعا إنه هو الغاية دلوقتي فيه سبعين أسير إسرائيلي بل اسمه أفرج عنهم النهاردة 19 تايلاندي واحد فلبيني واحد روسي اللي قلنا عليه ده قبل الهدنة قبل الهدنة كمان حماس أفرجت عن أربعة من الأسرة والقوات الإسرائيلية وجدت أسيرة كانت ماشية على فكرة ما أنا مش عارفين هي تظهر برضو زي عملت الروسي ده كانت طلعت أربعة فلاقوها ولقوا اتنين مقتلين إذن المجموع ده يطلع 98 لو حطينا عليه 35 التقريب يعني الأعداد اللي لها مصدقية ما بين 30 إلى 35 عسكري وضابط 35 عسكري على 98 دول يعملوا 133 حماس لديها 180 الجهاد الإسلامي لديها 20 الفصائل الأخرى لديها 40 إذن الباقي حماس لا زالت تستطيع أن تعطي لمدة أربع أيام أخرى وعشان كده أنا في اعتقادي أن تواجد اللو عباس كامل أمس هو واسمت وديفيد بارنيا اللي هو مدير الموساد وويليام بيرنز اللي هو مدير CIA مع الجانب القطري منذ أمس كانوا عادي هم بدأوا يتعاملوا الاجتماع الأمني المعمور في الدوحة أيه في الدوحة اللي هو أمس ده كان بيبحث مش بس دلوقتي ولا لأربع أيام لأهم بدأوا يتكلموا على الأسرة العسكريين ولو عاوز يعني أنا النهاردة وأنا بتابع مجلس الأمن اتفاجئت بأنه هناك تغير في بصلة بنك الأهداف للإسرائيل بمعنى أما جيت بسمع قبل كده نتنياهو بيقول أنا عندي هدفين مهمين القضاء وهزيمة حماس عسكريا وسياسيا وتخليص وإسترداد الأسرة وإخراجهم برا واسترداد الأسرة ولما جم الأسرة بيكلموا قال لهم أنا ماشي مع الهدفين عائلات الأسرة قال لهم أنا ماشي مع الهدفين بالتوازي قالوا له لا أنت ممكن تاخد شهرين ثلاثة على بال ما تخلص على حماس إحنا بعد شهرين ثلاثة مش هنلاقي واحد نسترده فما ينفعش وعشان كده أكبروه وهنا على فكرة في حاجة اسمها عقيدة هانيبال عقيدة هانيبال اللي هي عندك فكرة عنها أنا عندي يعني فكرة عن المصطلح رايت عقيدة هانيبال هي كان في الأول إذا كان هناك أنت جندي إسرائيلي وجانبك زميلك زميلك تختطف لا تقوم بضرب المجموعة التي اختطف حتى لا تقتله من بعد 2006 عندما تم اختطاف للجنود الاثنين في حزب الله صدرت صدرت المؤسسة العسكرية أوامر بأن هناك فيه حاجة ما يسمى بعقيدة هانيبال العسكرية أن الجندي القتيل أفضل من الجندي الأسير وبالذات كمان بعدما جلعات شليت تاخده خمس سنين وخلافه طبعا فإذا كانت هذه هي العقيدة إذن هو في نفس الوقت يعني ناتيني خلاص أنا خسرته خسرته أنا خسرانه خسرانه لا ده يبقى ميت عندي بالنسبة لي أحسن ما يبقى أسيره ويفجع دماغي صحيح فهم قالوله وعدم تطبيق قاعدة هانيبال أو معتقد هانيبال العسكري على الأسر المدنيين ولم يتركوا الاجتماع إلا ما خدوا منه تعهد بذلك فعلا الكلام ده كان قبل أول هدنة أول يوم من أول هدنة فقبلها بليلتين عائلات المختطفين عائلات المختطفين والأسرة والذوي الأسرة كان قاعده معنا قال له ما فيش هانيبال مع أولاد ده ما فيش هانيبال مع المدنيين انسى أنت موضوع العسكريين نتكلم فيه بعدين مفهوم إنما الموضوع ده بدأ يفتح شهية باقي عائلات الأسرة اللي موجودين لازاله المدنيين وأيضا بدأ شهية العائلات الأسرة والجنود الإسرائيليين اللي موجودين لده حماس إذن الموضوع هنا ما تيجي تشوفه أما بقول تغيرت البصلة لأنه السفير الإسرائيلي النهاردة في مجلس الأمن قال أنا بعبر عن موقف حكومتي اللي بتقول أن الحرب ممكن أن تقف بمجرد أن يقوم تقوم حماس بتسليم كل الأسرة المدنيين والعسكريين وأن تخرج تخرج في الخارج وتسلم من قاموا بعملية 7 أكتوبر وإحنا هنسيب بقية حماس هنا ابتدى يبقى بصلة بنك الأهداف الخاصة البصري بدأ يبقى فيها شيفتين تحول وهذا مجرد الليلة قبل مجيلك على طول ما ما شفتها وحرك هنا لأنه نحن النهاردة بنتكلم ولسه حتى اللحظة نحن بتكلم فيها دلوقتي تقريبا الساعة 9 ونص من مساء يوم الأربعاء لم يظهر خبر عن تمديد الهدنة أو شيء كلام من الاجتماعات الأمنية والاتصالات الأمنية مستمرة بعض بعض الناس بترجح أن الهدنة ستتمدد لمدة يومين آخرين حالك شايف أن إسرائيل ستوافق لأن أنا عارف أن إسرائيل الهدنة دي بالنسبة لها وجع فظيع نيتارياه نفسه يبدأ العمالات العسكرية دلوقتي قبل مكرا إسرائيل أذعنت للضغط الأمريكي في أول بداية أول اتفاق للهدنة إذن إحنا عملنا 6 أيام من المتوقع حماس هنا النهاردة بتطلب الأربعة وإسرائيل بتفكر المرة اللي فاتت إسرائيل قالت مستعد دقبل الأربعة حماس قالت لا لأ اتنين وحنبقى نشوف المواقف بتتغير تبقى للمواقع الأرض وليه عشرة أيام لأنه بالنسبة لإسرائيل بيقولوا عليها الليم دك اللي هي البطة العرجاء هتبقى موجودة قوتها موجودة في الأماكن وبهي بتقوم بتحركها دلوقتي لأنه الجانب الحمساوي الحقيقة بيتحرك بحرية وبأريحية تماما داخل الأنفاق سعاد سفي الحقيقة أننا عارف الضغط الأمريكي يمكن ربما المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف إطلاق النار مؤقتا والتنفيذ الهدنة بس أنا كنت تعرف أن إسرائيل مستحيل أو متوقع أن إسرائيل مستحيل توافق لأنه في وقف العامات العسكرية أنت بتدي قبلة الحياة الحماس أولا بتخليهم يعيدوا تمركز يعيدوا الانتشار ويتزودوا بالوقود والغذاء وتخلي الشعب الفلسطيني يتجول وينتقل شمالا من جنوب يعني في النهاية بتلغي كل اللي أنت عملته في خمسين يوم ضرب سواء الشعب الفلسطيني بينتقل من شمالا لجنوب لما بيقدر ما بيسمح لهمش بالانتقال من الجنوب للشمال ولكن هناك آرياحية في تحرك المقاتلين تقل حماس تحت الأرض مصبوط ولا يحتاج إلى فوق الأرض والشوارع ده كمان أفو الاستطلاعات الطائران ست ساعات في اليوم ده ست ساعات في اليوم في القطاع الشمالي ولكن بالكامل في القطاع الجنوب لأنه هو إسرائيل لازالت تحت الانطباع أن قيادات حماس وباقي الرهائن موجودين في الجنوب وعشان كده الحياة حماس فاجأتها بأنها في المجموعة الثالثة رح تطلع لها من قلب في شمال غزة وهم بيسلموا الرهائن في اليوم الثالث وخدت بالك أن هم كانوا جايين بعربيات الدفع الرباعي بتلمع وهم لابسين شياكة وعلى سنجة عشرة في الحاجة العسكري كمان الأكتر ساعات سفير طبعا لقطة الإشارة المهمة اللي حاكت قلتها مهمة جدا أنه أنا بقى مش جاي مردوم ترابو وعايش تحت الأنفاء ومش لا أكل وبتاعة ده أنا إيه ده أنا جاي من دي يوز ده أنا جاي من القاعدة بعد كمان العلاقة الغريبة اللي حصلت ما بين المختطفين والمقاتلين ده بيسلموا على بعدك أنهم بيقولوا يعني حجلكوا الأسبوع الجاي تاني هنا هنا بقى ده يدخلنا في حتة الأسرة ما حدث أنه أصبح مشهد إنساني يستغرب له الكافة طبع وأنه الأسرة وهم ماشيين بيلوحوا وبيسلموا وفي بعضهم بياخد صورة تسكرية بص حركة البشاهد آه وبعضهم بياخد صورة تسكرية والسيدة اللي كتبت الرسالة بتاعتها علشان خاطر بتشكرهم على تعاملهم مع بنتها اللي سنها أربع سنين وكتبت الرسالة بالعبري وتم ترجمتها وبالمناسبة هو واحدة من من الرهائن اللي تم فراج عنه هم عليهم أولا حظر كامل قانوني اليوم من الجانب الإسرائيلي للحديث لأي وسائل الإعلام حتى الإسرائيلي طبع من بعد ما هم طلعوا الست اللي سنها 80 سنة ديت وكانوا متوقعين إنها تتكلم على إنها تم معملتها بشكل وشافت الأحوال وخدأ وهي قالت دول عملوني بمنتهى اللطف وبيجبوا لي أكله وبيعملوا مش عارف إيه والأدوية والراحة والعناية الطبية وخلافهم فاتقلبت عليهم لأكبر انتصار مع نوي الحماس حقيقي يغير الصورة الذهنية مش دول اللي يقولوا عليهم إرهابيين وقتلة فاللي حصل إنه مع كل ده أصبح الحديث إنه هذه ليست الصورة بص ويتمطبوا على كلبها ومبساطة عايزة حاجة حاببتي معاكي فلوس طاب تروحي معاكي بوكت ماني تروحي وسلمي على بافي ومامي معاكي شكل حاجة بصراحة يعني كانت مفاجأة كبيرة جدا حتى للوعي العام الغربي هذا بقى في مقابل إيه الأسرى الفلسطينيين عندما يفرج عنهم ماذا يحدث يتحدثون مع كل وسائل الألام على التعذيب والتنسيل والتجويع واللحظة وإزاي هم في حد ذاتهم كانوا حتى بعد خروجهم كانوا بيتتبعوهم وبيمنعوهم من الاحتفال وبيحدثون بعادة الاعتقال وخلافهم مصبوط إذن هذه الصورة الدهنية اختلفت تماما عن الصورة اللي في البداية نجحت إسرائيل في أول أسبوع عشر تأيام أنها تصبرها للعالم أن هؤلاء قتل بشري الحيوانات بشرية قاتلين أن دول قتلوا أربعين طفل ونزعوا رؤوسهم ويعتدوا على النساء واقتصبوهم وطلعت اتنين من السيدات أيضا قالت لم يحدث ذلك وهي قالت أنا الراجل عاملني منتهى الاسموانة الاحترام أنا وبنتي وقلت له أنا خايفة أن أنت حتعمل حتقتصبني قال لا أنا لا يمكن أعمل كده الدين الإسلامي يمنعنا في التعامل وريحي السنوار طلع وقال نحن نقاتل الجيش الإسرائيلي ولكننا نتعامل بإنسانية مع الأسرة من النساء والأطفال والمسنين وفي نفس الوقت الست دهيت اللي هي طلعت قالت لعائلتها فواحد من العائلتها اتحدث مع القناة 13 قال لهم ده وهم قاعدين فجأة لقوا من الباب في الأنفاء اتفتح ويحي السنوار داخل وهم شفوه ويعني بيشبهوا عليه وقال لهم أنا يحي السنوار وابتدأ يتكلم معهم بعبرية بطلاقة وقال لهم أنا جاي أتطمن عليكم في حد محتاج أي حاجة هل هناك أي شكوى من التعامل مع الحراس وقالوا له لا قال لهم حد محتاج حاجة قالوا لا قال لهم أنا بقى طمئنكم إن لن يمس أي منكم أذى وهذا وعد مني بذلك حتى يومي اطلق صراح فما طلعت وقالك فالفرق في الصورة الذهنية اختلفت تماما رهيب طيب مين اللي هنا بقى في الحل تاني يعني لو حتستأذن طبعا طبعا مين اللي ماسك الأسرة هنا مين وحدة اسمها وحدة الظل آه اسمها نعانا هو المسؤول عن تسليم الأسرة في الصفقة عن حماية الأسرة وإخفائهم وأكلهم وشربهم ودواهم وطببهم وعنايتهم ورعايتهم ونقلهم من مكان إلى آخر وهذه الوحدة تكونت سنة 2006 بشكل سري من بعد ما حصل اختطاف الجنديين اللي هما بتقع حزب الله ثم بعد كده في سنة 2007 ساعة ما حصل اختطاف لجلعات شارلية حتى في 2006 اختطاف جلعات شارلية هي التي قامة بإخفاء جلعات شارلية لمدة خمس سنوات وفشلت جميع الأجهزة الأمنية والمخابراتية وأجهزة الرصد العسكرية أنها تصل إلى جلعات شارلية لمدة خمس سنوات بها وحدة الظل الظل وهذه الوحدة يتم تكون من أين بياخدوا مجموعات منطقة من الألوية والكتائب والتشكيلات القتالية وبيبدأوا في التعامل معاهم بأنهم يدوم تدريبات أولا قتالية عالية جدا مخابراتية بتقنية عالية ونفسية وثبات فعالي لأنهم الوحدة الكل أربعة خمسة مسؤولين عن واحد أو اثنين من الأسرة له مطلق الحرية في التحرك وفي الإخفاء وفي الاسموات وفي اتخاذ القرارات وخلاف هم هم اللي بيقرر وفضلت هذه الوحدة السرية إلى سنة 2016 كان في قناة اسمها الأقصى عملت فجأة كده ريبرتاج عنهم وقالت أن وحدة الظل دي هي سلاح اسموات فلسطين في إطلاق صراح الأسرة الفلسطينيين نتيجة أنهم يعني المقاتلين اللي معنا في الفيديو دول اللي بيسلمهم الأسرة دول مقاتلين من وحدة الظل وأضيف لهم مؤخرا سيدات لأن السيدات بيعرفوا يتعاملوا أحسن من الرجال في التعامل مع السيدات والمسنين والمسنات والأطفال والردة مفهوم طيب المحور الأخير أو الجزء الأخير اللي أنا عايز أستفيد به من حضرك قبل وقتنا ما يخلص وهو متعلق به الداخل الإسرائيلي في رأي حضرتك بعد انتهاء العمليات العسكرية مباشرة ماذا سيحدث في إسرائيل ما هو مستقبل نيتنياهو إيه اللي بيحصل دلوقتي من تموجات وتغيرات وتقلبات وغليان في الشارع الإسرائيلي مستقبل الداخل الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب أولاً الحرب مش هتنتهي دلوقتي نمرة واحد نمرة اتنين أنا في أرقاد طبعاً الحرب بنتكلم عليها لما يعد استقنافها بعد انتهاء الهدنة بالضبط ستبدأ الحرب مرة أخرى بعد انتهاء الهدنة ولكن الفورمات الشكل سيكون مختلف الأمريكان الحقيقة لم يستطعوا أن يعطوا الضوء الأخضر لإسرائيليين للتعامل مع جنوب القطاع كما تعاملوا مع شماله وإلا هتبقى كارثة إنسانية لا تحتملها لا الولايات المتحدة ولا الرأي العام الدقيلي الأمريكي ولا بايدن أمام حتى الحزب بتاعه أو الحزب الجمهور وهو داخل على انتخابات وهو داخل على انتخابات وهو قريدي خسر الانتخابات الخاسرين الأكبر هو بايدن واليمين الإسرائيلي وعلى رأسه نتنياهو نتنياهو ماشي ماشي كل الحكاية ماشي 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 مفيش فرصة أنه حقا أي انتصار معنوي في هذه العملية العسكرية يقعد به في آخر استطلاعات رأي هو حصل على 18% وبيني جانس حصل على 70% صحيح يعني لا مجالة لأنه بالإضافة لأنه بدأت القيادات أولا القيادات العسكرية والمخابراتية والأمنية قدموا استقالاتهم من البداية إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء قال له لا يمكن أن أقبل هذه الاستقالات في الفترة الحالية ده نمرة واحد تمام وبما فيهم وزير الدفاع قال أيضا أنا مش حقبل استقالته وزير الدفاع ما قدمش استقالته ولا هو ولا رئيس الأركان كويس إنما ما علمته اليوم أن رئيس أمان اللي هو المخابرات الحربية تم عزله منذ يوم 3 نوفمبر حتى الآن لا يحضر اجتماعات لا يتم هو بس شكله خيال ما قاتل بيتم إبلاغه ببعض الحاجات ولا ولا يتواجد فيه دوائر صنع القرار العسكري ولا يعلم شيء عنه وفهول لأنه مش قادرين حتى يخلوه أصبح النهاردة هناك توجه داخل إسرائيل توجه قوي إنه دايما هم عندهم المقولة اللي بتقول أثناء السباق ما تغيرش الحصان صح فهما عندهم نفس المقولة فيما يتعلق بحرب لما يكون حصان إنما ده حمار فأثناء الحرب ما ينفعش تغير الرئيس الوزراء وذلك ما حدث بالنسبة لجلد مئير في 73 لم تتقدم استقالتها إلا في مارس 74 بعد الحرب بحوالي 6 أشهر فالمفترض إنه من يتناوي لكن مش حيحصل فيه الرئيس الإجماع عالي وعارم إذا في اللحظة التي ستوقف فيها الحرب لن ينتظره وربما وأنا لو الحرب طالت ربما سيتم إقالته وتغييره في أثناء العملات العسكرية وربما حضر رأيك ممكن يقدم للمحاكمة سيقدم للمحاكمة مش بسبب دي بأسباب أخرى اللي هي قضايا الفساد اللي عنده قضايا الفساد اللي عنده ولكن بصفة هو في الآخر يتحمى المسؤولية ولكن لابد أن أنت بتشير كل الطأم اللي تحته من وزراء ومن جنرالات ما ينسكين هذه القضايا سعد سفير للأسف وقت خلص لكن أنا سعيد وممتن جدا لتشريفك وسعيد كمان بكل الطرح والتحليلات المهمة المختلفة لإسمعناها وإن شاء الله عليك توعدنا بإذن لأن اللي قلنا دا لن يكون الأخير إن شاء الله وأشكرك وأنا ساعتها بقول للجمهورك يعني الذي يريد المزيد من هذه المعلومات له قناتي إسرائيل الصندوق الأسود له أن يدخل فيها بمنتهى الأرياحية وأرحم بهم شرفت موارك على السفير شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا يفعل شكرا جزيلا